اذا لمقولة ان غدا لنظره قريب لها واقع اخر في العراق فقد لا يحمل الغد جديدا عن الامس فهنا اعتلاف المالكي والوطني الياد علاوي وكتل اخرى قد سحبت يد التصويت واعترضت على بعض ما جاء في كابينة المكلف بعدما تناولت مصادر تسريبات لوزارة المكلف مصادر برلمانية تقول ان الجلسة ستعقد خلال الاسبوع الحالي لم تشتد حوارات الساعات الاخيرة هناك اعتراضات واضحة من عديد من القوى السياسية ليست فقط دولة القانون الوطنية وكذلك اعتقد انضم لها السيد البارزان الديمقراطي في هذا المحور هناك سبع وزارات تم الاعتراض عليها على حكومة السيد الكاظم وعلى تشكيل السيد الكاظم الشخصية السيد الكاظم لتغيير هذه الاسماء اعتقد انه لم تغير هذه الاسماء خلال الساعات القادمة سوف نشه التأجيل لجلسة يوم غد واذا ما تم التأجيل لجلسة يوم غد اعتقد ان القوى السياسية ماضية على افشال او اسقاط هذه الحكومة مثل ما افشلت واسقطت حكومة السيد علاوي الكتل السنية والكردية تقول نحن مستعدون للتصويت على حكومة الكاظم والقرار لرئاسة البرلمان بعقد الجلسة لذلك اما البيت الشعي يشبه الانقسام بين مؤيد ورافض للمكلف فيما جاء بمنهاجه الوزاري مراقبون قالوا ان امام الكاظم شوط طويل خلال هذا الوقت القصير لكسب رضا من يعترضون طريقه عن طريق تقديم تنازلات تفسح المجال نحو حسم ملفه هناك مضافات ومواطن خلل لم تعالج بشكل صحيح المدن الحقيقية قد مسكت ولكن هذه الاطراف والاراضي المتراثمة الواسعة وخصوصا بعد انسحاب القوات الامريكية وترويح قادة الولايات الاتحادية الامريكية ان انسحبنا سينطلق داعش من جديد هذه امور مترابطة سيد العزيز يجب ان ينظر اليها بجدية لذلك لماذا نشدد فيها من عبر مبارككم الكريم يجب ان تكون هناك نظرة معمقة لهذه المواطن الخلل التي يستغلها كمضافات كمثابات للانطلاق لتعالج وهي ليست في المدن هي عبارة عن في الاراضي الشاسعة البعيدة هذه مواطن الخلل وهي تعالج استخباراتيا وسيكون الامر بحاجة الى وعي وخطة استباقية لنمضي بهذه الامر العد التنازلي للتصويت على الحكومة العراقية قد بدأ فكلما اقتربت ساعة الحسم ليني للثقة السياسية تدخلت المصالح والمحاصصة لتوعد مسافة الحال وما تحمله الساعات القليلة المقبلة يتوقع ان تؤجل جلسة البرلمان لمنح الثقة لعدم صفاء المزاج السياسي من بغداد رويت احمد قناة اليوم ترجمة نانسي قنقر